السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار فيما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تنقولوا دائما الله احفظت البلاد هذه من كل شر إذن إخواني الأخوات أسعد الله مساءكم وعلى بركة الله نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو الذي سنتكلم به على توصل مجموعة ديال أصحاب القنوات باستدعاء من طرف النيابة العامة من بعد وحد الشيكاية اللي دارتها دونيا باطمة بحوالي يعني عشرين صاحب قناة ومنهم أيضا بعض المؤثرين وفنانة مغربية بحسب آخر المعلومات إخواني أخواتي فكيفما كتلاحظوا يعني اليوم اليوم وحد اليوتيوبر اللي هو معروف مدينة مكناس اللي هو بابا أحمد اليوم أشار إلى أنه توصل بوحد الاستدعاء من طرف النيابة العامة باش أنه يحضر يعني ياخدوا الأقوال دياله بخصوص شيكاية اللي تقدمات بها دونيا باطمة بخصوص يعني وحد عشرين شخص من أصحاب القنوات وصاحبات يعني القنوات على يوتيوب فهد المسألة هذه يعني هذا اليوتيوب اللي هو بابا أحمد يعني توصل بهذا الاستدعاء لكن الكل وش الكل يعني توصل بالاستدعاء أو لا ما توصلش بالاستدعاء فهد الأمر هذا في حكم يعني الساعات القليلة القادمة فهد المسألة هذه إخواني أخواتي هي مسألة قديمة كنا تقريبا وحتلت إذي الأسابيع كنا تكلمنا على هذا الأمر وقدرنا على أنه يعني شكاية دي الديان باطمة بجموعة دي القنوات وربما أنا نكون واحد من هاد العشرين شخص اللي يعني تم الاستدعاء ديالهم أو ربما نقدر ما نكونش لكن اللي كيهم هو أننا يعني كنقوموا بالتغطية ديال القادية كيف ما كتعرفوا بنفس الطريقة دونيا باطمة عندها الحق أنها تلجأ للمؤسسات القضائية وتمارس الحق القانوني ديالها وإحنا كذلك وأنا كذلك يعني بدوري عندي الحق أني نتكلم وبطريقتي الخاصة طريقة المعهودة اللي كتعرفوا إخواني أخواتي اللي فيها يعني كل الاحترام وكل التقدير لكل الأطراف لكن كان نقشوا الأمور بطريقة موضوعية وكان نزيلوا الغبار على كل الأحداث وكان نسميوا الأشياء بمسمياتها كيف ما قلت لكم في البداية احنا ما كان خافوش من تسمية الأشخاص بالأسماء ديالهم أو لوضع الصور هذا بالنسبة لي نقمة الاحترام للأشخاص في حد داتهم بل ما أنه يكون يعني كيف ما كتسمى أو لا ربما تشويه في دير يعني أنني يعني ما كان نحبتش أنني لقب الأشخاص بغير المسميات ديالهم وهذا فيه يعني تنابس بالألقاب وفي أمور اللي خارج على الإطار ديال الحياة واللي لا كنسمعه بعض الألقاب لمخيلة للحياة لهذا فدائما أنا ما كنسمي الأشياء بمسمياتها واللي كهمني هو جوهر التغطية ديالنا القضايا اللي تكون كله موضوعية هذا هو الأساس وهذا هو يعني السيستام باش كنغطيه القضايا ماشي بالضبط القضية ديال دونيا باطمة وإنما كل القضايا يعني كنخلقوا واحد شبه تحقيق شخصي بخصوص كل أحداث وكنحاولوا أننا نوصلوا الحقائق ونقارنوا الأدلة اللي مطروحة وأيضا كل المعلومات والبيانات اللي كتصدر من طرف الرأي العام فعلى أين إخواني أخواتي فكيف ما قلت دونيا باطمة من حقها أنها تدير شيكاية سواء أنا كنت واحد من الناس اللي غادي تجيو مع تشيكاية هذا الاستدعاء أو لا ما غاديش نكون منهم المهم كيف ما قلت هو يعني تمسكنا بالطريقة ديالنا والأسلوب ديالنا في تغطية القضايا ودونيا باطمة من حقها أنها تلجأ إلى المؤسسات وأنها تمارس الحق القانوني فتشي ضر ولا ضرار ما كينفاد المسألة هذه تبقى الفنانة اللي يعني بحسب المعلومات اللي ربما غدا تكون حتى يتوصلت بالاستدعاء أو لمازال هي سعيدة شرف وأيضا شيكاية دارتها دونيا باطمة والشينوية ومجموعة ديال أصحاب القانوات الأخرين اللي لا داعي لديك الأسماء ديالهم واللي يعني ربما يعني توصلوا بهذا الاستدعاء أو لا يعني ما زال غدا أو لا بعد غدا يوصلهم هذا الاستدعاء من طرف السلطات المغربية فعلى أين إخواني أخواتي فكيف ما قلت هذا طريق يعني توحدت كي يستحق أننا نتكلموا عليه وأننا نديروا لي التغطية ونتحدثوا على هذه المسألة هذه ولازلنا يعني مطالبين بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة يعني في كل الملفات سواء الملف دي الحمزة مون بي بي سواء الأحداث الأخيرة المرتبطة بهذا الحساب الجديد للاسم دياله حمزة مون بي بي واللي يعني الكل كيتبرأ من المسؤولية وكيف ما قلتها سلافان منذ تفجر هذه المسألة هذه فتحددت على الخبرات التقنية للهاتف واللي ممكن وكنت قلت بأن دنيا باطمة من حقا أنها تمشي وتمد السلطات الأمنية بالجهاز اللي تم الاختراق دياله من أجل يعني الكشف عليه والوصول إلى مختارق الحساب ديال دنيا باطمة واللي يعني يفتح الحساب الجديد ديال حمزة مون بي بي واللي الآن يعني كيتحدث على أساس أنه ريضة والتشينوية هو اللي يفتح هذا الحساب لكن ريضة والتشينوية منذ ساعات قليلة يعني خرج وكذب هذه المسألة وقال أنه لا صلة له بهذا الأمور أنه مشي فعيل يعني بخلاصة القول فتبقى فعلا كيفما كنا طرقنا لها سلفا الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي هي ممتلوقاش وممسيباش هناك ضوابط هناك قوانين كتسير ويمكن يعني الناس اللي كيتبعوني وكيعارفوا ميدلايف ومتبعيني منذ البدايات وكيشاهدوني في اللايفات خصصا في اللايفات لأننا في اللايفات كنا نتطرقوا وكنا ندخلوا وكنا نتوسعوا وكنا نفتحوا قوس دائما وكنا نتكلموا في أمور اللي هي قانونية وكنا نستدلكم يعني بالقوانين وبما جاء في الدستور من بنود اللي كتأثر هذا العمل واستغلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي لأن مواقع التواصل الاجتماعي هي سيف دو حدين هي فرصة من أجل خلق الشغل القادة على البطالة ولكن أيضا هي وحد سيف تقطع بها الرقاب اللي ما كعرفوش يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي وما كلتنزموش بالدوابط سواء دوابط لموضوع من طرف الشركات على سبيل المثال يوتيوب عنده إرشادات المنتدى اللي مخش يعني أي ناشط على منصة يوتيوب أنه يتجاوزها هناك عقوبات على تجاوز هات الإرشادات دي المنتدى اللي فيها يعني سياسات المنتدى وأيضا كيناع عقوبات اللي هي دولية وعلى سبيل المثال في المغرب عنده قانون اللي كي أضطر هات شي بناء على القانون البنود الدستورية اللي جات خصوصا في باب يعني الأحكام والحريات العامة واللي تكلم يعني بالضبط يعني في هذا الباب هذا كيناع تقريبا شي تلا تدي للبنود أو للفصول اللي تحتو على حرية الرأي العام واستغلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الأفراد يعني في التعبير وهذا الأمور وربط هذا الشي كامل يعني بدوابط وأمور قانونية اللي كتأطر هذه يعني الحريات فعلى أي كنتمنى أنني إخواني أخواتي نكون صلى الضوء بالشكل الكافي على هذه المعطيات جديدة خيتاما يعني كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقول دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر وخير الخيتام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته